أبو محمد من السعودية يلبس الفضة إذا كانت خاتما أما إذا كانت أسورة فلا يجوز لبس الفضة على شكل سوار أو قلادة أو قرط مثلا أو خلخال لأن هذا من خصائص النساء وأما لبس الأسورة من الجلد أو من الشعر أو من الصوف مثلا أو من البلاستك فإن هذا أيضا لا يليق بالرجل لأن هذا من خصائص النساء فالمرأة تلبس الذهب والفضة وتلبس أيضا الأسورة من الصفر ومن البلاستك وشيء من هذا القبيل ولذلك يعني إذا لبسها الرجل فهذا لا يليق به لأن هذا ليس من خصائص الرجل حتى ولو كان بغير غرض التشبه وأما إذا لبسها بغير غرض التشبه وإنما للاستشفى فينظر هل هذا فعلا له مستند شرعي يعني مثلا وضع البلاستك لأجل تنظيم ضربات القلب مثلا كما يزعمون أو لبس الشعر ينظم مثلا شيء من أمور الجسم هذا أمر من وراء الأسباب وأمر غير طبيعي ولذلك ما يجوز كان بعض في الجاهلية يلبسون الخيط من الواهنة قد رأى بعض الصحابة رجلا قد لبس خيطا فقطعه قطعه هذا يرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام أيضا والمقصود بأن النبي عليه الصلاة والسلام رأى خيطا في يد رجل فقال ما هذا قال من الواهنة قال لا تزيدك إلا وهنا وقطعه ولو مت على غير الفطرة أو كما ورد ومت على غير الإسلام والمعنى بأن الإنسان يتجنب هذه الأشياء إذا كان باعتقاد يعني بعض الناس الآن يضع خيط يضع مثلا شيء يعتقد بأن هذه تطرد الحسد تطرد العين أيضا علاج للحمى علاج للأمراض وهذا غير صحيح لأن هذا شيء من وراء الأسباب العلاج الطبيعي يروح للمستشفى أو للعيادات وأيضا يستعمل الرقية الشرعية